موسيقى نشأة أخبار المغاربية أهلا بكم بداية استقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة نظيره والنيجيري جيفري أونياما الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر وتناول الطرفان العلاقات الاستراتيجية التي تربط الجزائر ونيجيريا وأفاق تعزيزها في مختلف المجالات كما تم التأكيد على رؤية موحدة بشأن الحاجة إلى تمكين إفريقيا من تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية فيما يتعلق بالسلام والأمن والتنمية وتعزيز وحدتها من أجل مواجهة التحديات الراهنة استعرضنا صباحة اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين أخذنا علم بتطورات الإيجابية التي حصلت في علاقاتنا وفي نفس الوقت اطلعنا على عدد من المشاريع الكبيرة التي يجب تحقيقها لرفع من مستوى الشراكة الجزائرية النيجيريا إلى مستوى إمكانيات البلدين ومقدورات البلدين وكذلك جعل تطور علاقات الاقتصادية والانسجام والاندماج الاقتصادي في القارة الإفريقية على مستوى نوعية العلاقات السياسية بين البلدين وتطابق وجوهات النظر بين الجزائر والنيجيريا فيما يتعلق بالقضايا الإفريقية الأساسية بدوره هكذا وزير الخارجية النيجيرية على التزام بلاده بتنفيذ المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها بشكل مشترك في المجال الاقتصادي لدينا مشاريع جيدة من بينها الطريق العابر للصحراء وأنابيب الغاز إلى جانب الألياف البصرية من الجزائر إلى نيجيريا تحدثنا عن هذه المشاريع وكيفية تطويرها وناقشنا أيضا المسائل الإقليمية خاصة تلك التي تتعلق بإفريقيا الغربية نواجه عدة تحديات كبيرة من بينها الإرهاب الجزائر لعبت دورا هاما في مالي على سبيل المثال لإيجاد حلول لهذا البلد ناقشنا كذلك بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا شركة الجمهورية الصحراوية ممثلة بمندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي لمينة بعلي في الاجتماع الذي نظمه الاتحاد الإفريقي لكبار المسؤولين المعنيين بالتصنيع والتنوع الاقتصادي بالعاصمة نيجيريا نيامي وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بالتصنيع والتنوع الاقتصادي والتجارة الحرة الإفريقية تحضيرا لاجتماع الوزراء المزمع عقده نهاية الشهر الحالي وشدد الاجتماع على ضرورة وأهمية مواصلة إفريقيا التزامها ومضيها قدما للأمام لتحويل صادرات القارة من مجرد خام إلى متجات مطورة غنية بالقيمة المضافة أشار آخر تقرير صادر عن البنك الدولي إلى أن اقتصاد المغرب يتجه صوب الخطر بفعل التغيرات المناخية وموجات الجفاف التي عصفت بأداء القطاع الزراعي في البلاد الهيئة المالية ذاتها طالبت من المملكة تفعيل استراتيجية فورية لاستدراك الوضع ذو المؤشرات الحمراء الاقتصاد المغربي من جديد تدرك كل مؤشراته الخطوط الحمراء وفق آخر تقارير البنك الدولي الذي حذر من تراجع تقديرات النمو الاقتصادي للمملكة في عام 2022 بسبب انهيار أداء القطاعات الزراعية وحالة الضبابية وعدم اليقين الذي يخيم على استراتيجيات الرباط وسياستها في مواجهة تداعيات وضع اقتصادي متهالك زادت من حدته التغيرات المناخية موجات الجفاف تعد مصدراً رئيسياً لتقلبة الاقتصاد الكلي وتهدد الأمن الغذائي في المغرب ويتجه نمو الاقتصاد المغربي هذا العام نحو التراجع مقارنة مع ما كان متوقعاً بسبب انخفاض أداء القطاع الزراعي بعد موسم جفاف هو الأسوأ منذ عقود إلى ما هو أبعد من ارتفاع أسعار الغذاء والسلع والطاقة في المغرب ذهب البنك الدولي فالصدمات الناجمة عن الجفاف تطال جميع قطاعات الاقتصاد في المملكة وضع حرج دفع بالهيئة المالية الدولية إلى رفعها توصيات تفعيل برنامج لإدارة مخاطر الكوارث وترشيد سلوكيات المستهلكين انخفاض امدادات المياه بنسبة 25% وتأثيراته التي تطال جميع قطاعات الاقتصاد يؤديان إلى انخفاض إجمالي ناتج المحلي بنسبة 6.5% فمن الضروري الإسراع في إصلاحات الاستثمارات في قطاع المياه وإحداث تغييرات في سلوكيات المستهلكين تقارير المؤسسات النقدية العالمية وتحذيراتها المتواترة من الوضع الاقتصادي للمملكة لم تترك أمام حكومة عبدالعزيز أخانوش سوى اللجوء نحو الاستدانة الخارجية أو العودة إلى إنهاك الطبقات الوسطى مجدداً من خلال رفع الدعم على المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك في البلاد في موضوع آخر كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس تطور الاستثمارات الدولية المتدفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 18.9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية هذا وبلغت الاستثمارات الدولية ما يزيد عن 506 ملايين يورو وما يعادل 537 مليون دولار فاصل أربعة في المقابل زادت الاستثمارات الدولية المباشرة بنسبة 20% لتبلغ ما يزيد عن 1639 مليون دولار مقابل 1365 مليون دولار فاصل ثلاثة في الفترة ذاتها من سنة 2021 نبقى في تونس حيث كشف البنك المركزي الجمعة عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد العربي للحصول على قرد بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة في الوقت الذي تواجه البلاد أسوأ أزمة مالية عبرت الحكومة الموريتانية عن استيائها لمقتل ثلاثة مواطنين تعرضوا لقصف خارج حدود البلاد دون تحديد الجهة التي نفذت الهجوم وقال المتحدث باسم الحكومة ناني ولد أشروقة في مؤتمر الصحفي الجمعة بن واكشوت إن بلاده مستاء كل الاستياء من مقتل المواطنين الموريتانيين واصفا الحادث بالأليم وتعد تصريحات المسؤول الحكومي الموريتاني أول تعليق على حادثة مقتل الرعاية الموريتانيين الثلاثاء خلال تنقيبهم عن الذهب حادث الأليم نحن مستعين كل الاستياء كيف قلت ومنتز الورصة من أجل الرحم على أرواح أركدي منهم ونرجس إن شاء الله لهم المصابين منهم الشفاء العاجل ونختار ونذكر في هذا الإطار على الالتزام كل الالتزام بالتوجهات والمعطيات التي صادرة عن الجهلات الأمنية والإدارية على المستوى وأن يرد الويد لبرقب موجوده موريتان وأن يرد الويد لمريتان أبسط من هذا ختم أخبارنا شكرا للمتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة